لعبة الأهلي النهاردة عملت تدريبات بدنية مختلفة تحت إشراف كابيلو مدرب الأحمال وفي ختام التمرينة مستر بيتسو موسيماني المدير الفني عمل تأسيمة قوية بين ثلاث فرق الحمد لله يمكن التأسيمة دي أظهرت أن كل اللعبة جاهزة وفي حالة بدنية وفنية يعني الحمد لله مطمئنة ومميزة جدا وبعد كده غادرت البعثة القاهرة بعد ظهر اليوم في طريقها إن شاء الله بإذن الله للجزائر استعدادة لمواجهة وفاق ستيفيوم الجمعة على ملعب 5 يوليو مباراة إن شاء الله حتى اللحظة تقام ساعة 9 مساء بتوقيتنا هنا في القاهرة خلينا أقول لكم كمان قيمة الفريق في رحلته للجزائر القيمة بتضم محمد شناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حرص المرمى سيكون معهم محمد هاني كريم فؤاد علي معلول أيمن أشرف ياسر إبراهيم عبد المنعم رمي ربيعة محمود وحيد أليو جانج حمدي فتحي محمد مجدي أفشا حسين الشحات طهر محمد طهر لويس مكسوني وليد سليمان محمد محمود محمود متولي محمد شريف أحمد نبيل كوكا فرسي تو أحمد عبدالقادر ومعهم كمان عمر السلية عمر أعتقد يعني أنه هو يكون بعيد عن الدخول في مباراته فاق ستيف وحتى مع جهازاته أعتقد أنه الجهاز فني ممكن يفضل أنه يعني يتطمن عليه وأعتقد أنه المباراة مش محتاجة عمر السلية مهم أنه يبقى جاهز جدا إن شاء الله في حالة وصلنا للمباراة النهائية لكن وجوده مهم لأنه عمر الحقيقة قائد جوه الملعب وورى الملعب ومهم جدا يكون موجود مع الفريق في منازمة مهمة جدا زي قبل نهائي دورية الأبطال لكن اللي جاهز هو عبد المنعم عبد المنعم انتظم بالفعل محمد عبد المنعم ودافع طبعا نادي الأهل انتظم في التدريبات ودكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق قال أنه عبد المنعم تعافى بشكل كامل من إصابة العضلة الضمة بعد ما خلص صبعا البرنامج التأهيلي والعلاج بتاعه وأشار أنه من ناحية البدنية والطبية عبد المنعم جاهز لمطش وفاق الصيف لكن مشاركته فيها تعود في النهاية لقرار ميستر بيتشو موسيماني أنا بتهيأ لي أنه سكواد الأهلي في مباراة وفاق الصيف الأولى مش بس أقدم جيم حلو وتلعب سكور كبير لكن أنا لأول مرة من فترة طويلة جدا والأهلي عمل سكورات كبيرة قبل كده يعني عملنا سكورات كبيرة وعملنا مطشات هيلة مطش منطريبة أشوف واحد من أهم وأصعب المطشات اللي خضها النادي الأهلي الموسم ده مطش الهلال السعودي كان واحد من المطشات الحلوة جدا نستمتعنا بيها في الموسم ده وغيرها كتير في الدولة المصري مطشات من العيارات تقيل يعني بتتكلم على الزمالك المنافس الأول خمسة بيراميدز تلاتة إسماعيلي أربعة سموحة مقصة كلها مطشات الأهلي فيها أقدم عروض قوية جدا محدش يقدر ينكر ده لكن مطش وفاق الصيف الحاجة اللي بشوفها منوارة قوي فيه أنه الاسكوات بالكامل كان في حالته يعني مطشات الأولانية دي ممكن تلاقي أربعة خمسة ستة منوارين قوي أو في الطوب فورم بتاعهم فبالتالي شايلين الفرقة ومطلعين الأداء ومخلين شكل أهلي بالحلاوة دي لكن في مطش وفاق الصيف ما فيش حد برا الفورمة كل الحداشر والاحتياط اللي دخلوا من بعد بينهم سواء وليد سواء محمد مجدي أفشا سواء محمد شريف الماشاء الله ماشاء الله يعني ماشاء الله الله أكبر الفرقة كلها في حالة فوقان فما تقلقش أنا مش قلقان إن شاء الله بإذن الله مش قلقان من وفاق الصيف ومتأكد أنه رجالتنا هناك هيرجعون بفوز كمان على وفاق الصيف على ملعبه وبإذن الله آن كان الملعب وآن كان المنافس بيترو أتلتكو حدش عارف أو الوداد الأهلي قادر بإذن الله إن شاء الله في الحالة دي في حالة الفنال اللي شفناها في مبارات وفاق الصيف إنه إن شاء الله يحرز اللقب بكل سهولة وأريحية بإذن الله المهم أنه تركيزنا يبقى في الملعب وأنه 90 دقيقة سواء في ماتشوفاق الصيف بإذن الله أو من بعد ومباراة الوداد نبقى في كامل تركيزنا ونبقى في أعلى فرمة وربنا كده يوفق مستر موسيماني في اختيار الطريقة والتشكيل المناسب لا إحنا قادرين جدا جدا حقيقة نعدي أي فريق في أفريقيا